السلام عليكم بنات اليوم اجبت لكم وصفة هاي لبزف بتاع تطاقت وكارامل غرنيا ذاك القرناش يجي شكولة ذيبة جي هاي لبزف وبنينا كيما تشوفوا هنا المقادير انا خدمت لكم ممحة اليوم احتى الكارامل اللي ان شاء الله نعطيه لكم في الوصفة الجاية بطريقة سهلة ومبساطة اول حاجة نبدو على بارك الله اللي هنا نحط لفارين 250 جرام نزيد لها شوية على سكر غلاس ممكن تحطة 30 حتى 250 بيش مجيكمش بزاف حلوة بعدها الحاجة اللي بدلتها على المرة اللي فاتت اني هنا زيت شوية على الكاكاو بيش تبدي اللي كولورت على البات نخلط لكل مع بعضها معان شوية على الملح ونضيف لهم الزبدة كي يخلط لنا اللم كاري كاريمون اللم هذيك لابات تاعي وتولي هكذا بينه اللي تلمت مع لفارين نتمى نزيد لها البيضة كاملة بهذا الشكل اي هنا تلمت كامل نزيد لها البيضة صفاق بيضة نخلطو اللم به هذيك لابات ونزيد له شوية ماء باش لابات تاعي جيم بدل على لابات اللي اللي خدمت بها لطاق توليت وهنا كما قلت لكم هنا لازم تكون زبدة شوية دافية جبدوها شبارده من احسن لم لابات تاعي كامل نفتحها بالحلال وهناي الحاجة اللي مليحة ما نخليش لابات تروبوزي باسك هنا استعملت الماء يعني تكون حاكمة نفتحها ديركتو مو بالحلال ونحطها في البلا نحط تحتها بابي دي بخوتيكشن زعما بابي باش ما تلسق ليش بلا ما ندهن المول تاعي بالزبدة لما عنديش ندهن المول بالزبدة باش ما تلسقش من بعد نشوفوا اللي هنا العجين اعطات لون تبدل لون تحا يعني حتى في الدكور بتجي منيحة بس كمتغير على اللي تغطيليات اللي لابات تحو مبيضة هنا لابات تاعي وجدت نحاول ما نبوجيهاش بزيف نجيب البلا نوجد البابي هذيك البابي دي كويسون نقسمه على حساب بالدياماتر تاع البلا تاعي باش نبعد نحط لابات ونهزها بالحلال وتجيني سهلة كي ما تشوفوا هنا البابي انا حسبت على حساب الدياماتر البابي تاعي طبقتو على اربعاشر كاتر وحطت الكوان تاعو في وسط البلا وحاولت باش نقص هذيك الدائرة باش يجيني شكل دائري كان نوما ما يتباعو هكا على شكل دائري بني ما عندوش هذا هو الحل ولي ما كانش خلاص يحط لاني من يوم التحته واللي يدهن للمول تاعو بالزبدة مهم البيوت تاعنا باش نحالي فاصيل ما ما تلسق ليش بعدك نحط لابات نحاول نضغط عليها في الجوان بالداخل باش لابات من بعدها ما تبوجيش يعني ما تحركش وننحي هذو كل الجوان بكامل ازاي ده بهذا الشكل ولا ممكن حتى تقصوهم بلا ما نقصوهم بعدها تتعدلوا وبعدها نتقب لابات هذيك ونحطها الطيب على درجة 180 درجة نحطها مودي 30 دقيقة وما ننسيوش نحطو بابي دكويسون واحد من الفوغة ولا للمنيوم باش نحط فوغو اللوبيان ولا العدس اللي عندكم ولا مام الحمص باش ما تبوجيش لابات نولي لكم ولا هنشوفو طريقة على كرامل انشاء الله هالمرة الجاي نجيب لكم وصفة سبيسيال لكرامل باش كان انواع ديكم اللي كيد ولا ديكم تقيلا باش تخدموا بها كمال تفارسي وبها كالي ماكارون ولا اللي غاتوا تتاعكم كمالا هادك اللي بتي تارتولات انا هنا خدمت وصفتي انا وصفة وحدة خدمت هالديكور ووصفة وحدة عمرت بها لتارت هنا تحطو السكر كي ما قلتكم افيف على نار قاوية ضيفو اللي حتي يضوب ضيفو اللي الزبدة ومبعدها لها كرامل يكيد في الاخير كي ما تشوفو على هذي الطريقة الزبدة لازم تكون باردة بزاف وحتى الكرام اللي كيد تكون باردة بزاف الليك الحاجة اللي تدير الشوك في الكرامل وما يبسش ولو كانت نقصو النار شو يديو على النار هادية موكي الكرامل تاعنا ديك تولي يابسا وما توليش كرامل تاع ديكوراسيون والحاجة والاستوس في الكرامل لو كانت تحطو الزبدة قليلة ديكم لاصوس خفيفة ولو كانت تحطو بزاف الزبدة تحطوها دو فوة على السكر ودو فوة على الكرام لكيد الكرام لكيد بقدمة نفس الكمية هذي كي تزيدو بزاف يعني كي ما قلت لكم السكر والزبدة نفس الكمية تاعلى الليكيد تخرج لكم تقيلة تكي ما انا حبيتها تقيلة حطيت بزاف الزبدة وكنشوفو هنا في الاخير كيفش ولات هنشوفها كي بدت كشكشو بدت تقال من حيها دكوتي بداعطها ديكا غير واطحها بعدين فوت لعملية تزيين هنا نخدم لها قاناش الشوكولة الذايبة هذيك اللي تجي بزاف بنينة فوق القاتو وتبقى تبعية نحط الزبدة الدوب في الباماري كي ما تشوفو هنا احسن ما نحطها ديركتو مع النقط حق من احسن نحط الماء تحتها يغلي ونحطها نحطيت لكاسخول ولا حطيت للاسية الفوقة ضوبت لكل مع بعضا ونبزت لشوية الكرين فرش حتى تحصلت على شوكولة ذائبة هاي لا هذي هي اللي راح نديكوري بها تبقى الثانية على كي ما تشوفو هنا هنا ديجا حطيت وجدت لي هذيك الاسوس تاعي الاسوس كراميل وجدت نخليها تحكم شوية ونبعد نحط عليها ديركتو من القاناش شوكولة هذيك نتعلي الكل مع بعضا هذي الشكل الكراميل هنا ما اعتبرت تحكم شوية نحطيتها شوية في ثلاجة لمدة عاشر دقائق ما طولتش بيش تحكم لي وممكن هذي هذي العطارت ممكن حتى تعودوا تسخنها في الميكرونت شوية ولا ودي بنينة بززف ودي ذائبة بعد ما كملت هذي ايطالية نحط عليها شوية كاكاو نحط عليها شوية كاكاو نحط عليها شوية كاكاو بيش تنحي شوية هذيك الحلوة بزف وزينتها بشوية جوز واللي كيدا ذكت على الكراميل اللي كنت خدمتو جات بزف بنينة وفلا فنز نحط عليها بولد غلاس أنا أصدت لها بولد غاني متو ما ممكن حتى تحطوها معا شوية سالة فروي ولا تحطوها معا معاي حاجة تقدمها هكا بالجباهية هو الشوكولات و الكراميل مشيوا بزف مع الجلاس يعني معا شوفو هنا الكراميل جا بزف اللي كيدو جهائل من أحسن واحد يتعلم ما يخدم الحواجه هذا في الدار حسن ما يشعيهم واحسن ما حسن ما يسقاموا لغاليين ومامتون حاجة كين خدموها في الدار كونو على بلنا نيجات وعلى بلنا وشيهو ما اللي بخوض ويدي فيها وعلى بلنا لكن مليحة ولا مش مليحة وهنا نتعلمه إن شاء الله كامل من بعضنا نقول لكم صحافتوكم مع وصفة إن شاء الله جديدة أخرى ألا بخشة إن شاء الله نعود نخدم لكم الكراميل يعني بالمقادير اكزاكت مضبوطة إن شاء الله اللي عجبتكم الوصفة ما تنساوش ابوني وجام والحاجة اللي تحفزني الدبش الخطرة الجاية إن شاء الله وهنا نجيبكم بزفة على الوصفات السلام عليكم بناتو السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة